اشتركوا في القناة وعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى سمو قرنة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية هذا وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن الإنجاز يأتي استمراراً لسلسلة الإنجازات التي اعتادت ألعاب القوى البحرينية على تحقيقها بمختلف المحافل الخارجية بفضل ما يحظى به العداءون من رعاية واهتمام من قبيل للقيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأشهد سموه بالأداء المتميز الذي قدمتهن العداءات بالإضافة إلى الروح الرياضية العالية والعزيمة والإصرار على تحقيق ذلك الإنجاز العالمي مثنياً سموه كذلك على أداء اللاعبات والجهازين الفني والإداري ومن ذلوه من جهود واضحة في سبيل اعتلاء منصة التدويج هذا وأضاف سموه أن الإنجاز الجديد سيدفع مجلس إدارة الاتحاد للتقديم المزيد من الدعم والرعاية للعداءون والعداءات لمواصلة مسيرة النجاحة المتميزة للرياضة البحرينية مبدياً سموه اعتزازه باستمرار تحقيق الإنجازات النوعية والتي تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد والأطقم الفنية والإدارية واللعبين في سبيل إعلان شأن المملكة ورفع رايتها خفقة في المحافل الخارجية هذا وكان منتخب الوطني لألعاب القوى للسيدات قد حقق إنجازاً عالمياً جديداً بفوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في المجموع العام في بطولة العالم لاختراق الضاحية في نسختها الثانية والأربعين التي انطلقت بأوغندا للتواصل النتائج المشرفة لأم الألعاب والتي وصلت السير على درب الإنجازات لتحقيق نجاحاً جديداً عزز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية فقد نجح منتخب السيدات من تحقيق المركز الثالث في سباق اختراق الضاحية لمسافة عشر كيلومترات بعدما جمع في رصيده ثمانية وخمسين نقطة وحققت العداءة رث جبت أفضل مركزاً من بين عداءات البحرينيات ترجمة نانسي قنقر